بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسول الله. أنا أحبكم أخواتين. أتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. سأقدم لكم وصفة اقتصادية سهلة وسريعة بدون بيض بحجم عائلي. ستحتاجوها للكوتية واحتفتوا في الصباح لديدة ما تشبعوش منها أخواتين نتيجة اللي هي رائعة. نحتاجو فيها تلاتة دي الكسنديل العنبة السميدة العادية اللي كنديل بها البسبوسة والحرشة. ومية وعشرة جرام ديال السكر ساني داعي سكر الخاشن فيت شوية نصف ديال كازي العنبة. ونسبة العقلة هي صغيرة من الملح. وكذلك نسبة العقلة هي صغيرة من الفانيلا. ممكن تديروا كيس واحدة سبعة جرام. وجوج معاقلة هما كبار مقبن كتلاحظوا ديال نواد كوكو أي جوز الهند. وكيس من خمال الحلويات من فئة 15 جرام. وممكن تديروا جوج أكياس من فئة سبعة جرام أو ثمانية جرام. حسب المتوفر كنخلطوا هاد النواشيف مزيان مع بعضياتهم. من بعد كنضيفوا 110 ميلي ديال زيت النباتية فيت نصف ديال الكاس كيف تلاحظوا. ونسبسوا هاد سميدة مزيان. هاد السيت. كنحاولوا جميع الحبات ديال السميدة تلبس بهاد السيت. وكننا نستعانو هكا بطلب اليدوي كيساعدنا مزيان في الخدمة. واللي بغا تبسس هاد السميدة بيدها ممكن. لكن هاد طلب اليدوي قضي الغرض كيساعدنا بزاف. سوف نخليوها الترتاح على ما نوجد ان شاء الله المول فاقص. هاد نطيب هاد البسبوسة هاد المقلات تقيلة الوجدية. القطل ديال هاد المقلات 30 سنتيمتر حجم عائلة سبارك الله. ولي ما مطوفرش على هاد المقلات ممكن ديف المول عادي ديال الكيك. يكون القطل دياله ما بين 28 حتى 30 سنتيمتر. ندهنو هاد المقلات مزيان او المول بالزبدة مزيان. من جميع الاطراف. وكننا نغبروها كبس سميدة ونخليوها جانبا. وكننا نرجعو للك السميدة تكون تربط تلك الزيت. يعني كترتاح على ما نوجده المول او المقلات. ودهن شاء الله غادي ديال البانان. هذا البانان كيف كنت شاهدوك نحتاجه 500 جرام. هذا في 450 جرام. والكيمياء المتبقية غادي نكملها ان شاء الله بالحليب. اللي عندها هاد الكارتون فيها 500 جرام. قد ضيفها كامل. وهذا الريب كي يعطينا طعم اللي هو مميز. وهذا منك هاد البانان كالجيزونا بزر. اللي عندها ديال الصاشية ديال الاكياس صغار. قد ديال جوج اكياس. ديال الريب ديال البانان ممكن تعوضوه باللبن. للعادي يعني اللبن. ديال اللعبار او ديال اللي كي يتبع في الكارتونة. وممكن تخدموها بالحليب. اللي ما عندهش الريب وما عندهاش اللبن. ممكن تخدموها بالحليب. وهذا الكيمياء اللي تبقت لي حتى ال 500 جرام. كنضيفها ديال الحليب. هنا كنضيف غير بالتدريج لان خصوص الخليط يكون خفيف. الخليطة ديال بسبوسة كي يكون خفيف. ماشي بحل الخليطة ديال الحرشة. اللي كتكون سائلة في الميقر. لا تكون سبقت وحضرتها معاكم من قبل. لما شاهدت الفيديو غاد يخليه لكم ان شاء الله. في اخير هذا الفيديو. وهذه هي الكيمياء اللي يضفتها. يعني ضفت تقريبا واحد نصف كاس. ديال الحليب. مع ذاك الريب. صافي هذا هو الخليط اللي خصنان تحصلوا عليه. كي يكون هكيا خفيف. هذا اللي بمك يعطينا غير الدو فقط. يعطينا حتى واحد طرور التي تبقى مدة طويلة. لا البسبوسة ولا الكيك. ولا الحرشة كيف سبقت وحضرت معاكم حرشة صغيرة. كي يأتي رائع وزوين. ان شاء الله البسبوسة ديال الفيديو. يكون سخون من قبل. نشعلها من الأسفل فقط حتى الطيب. من بعد من الأعلى حتى التحمل. لديها كهرباء على 180 درجة. ولدي الفيديو الغاز تكون نار هادئة. هنا سوف نوجد السيرو. لدي كاس ونص الماء. نضيفه في الكاسرول. وكاس إلا ربع أو مئة وعشرة. سكر سانيدة. وهنا يمكنك تجوج أقراس من الحامض. أي الليمون ممكن تعاوضه بالفانيلا. يعني تطيبوا هذا السيرو هذا. وكتبقوا الفانيلا. ولا تبقوا في النكهة البانان والفانيلا. لديه الكاسرول. نضيفه فوق النار التي تكون متوسطة. حتى يصل إلى درجة الغلايين. بعد ما يصل إلى درجة الغلايين. نحسب له خمسة دقائق. نرفعه من فوق النار. ونضيفه جانبا حتى يبرد. وهذه هي البسبوسة. بعد ما نخرجها من الفن. مباشرة وهي سخونة. نضيفه السيرو يكون برد. والبسبوسة تكون سخونة. وبالنسبة لكمية السيرو. هذه هي. كمية السيرو كاملة. سوف تشربها. لا تبقى فيها حتى قطرة. كيف سوف ترى في الفيديو. ومن بعد ما نسقيها. نضيفها جانبا حتى تشرب. نرجع ان شاء الله للتزيين. وهنا كيف تلاحظون. تشرب كمية السيرو كاملة. ممكن أن تحتاج الماء. وهنا التزيين يبقى اختياري. عندي هنية المرابة المشمش. سنتهنها من الأعلى. ونرشها بنواة كوكو. ممكن تضيفه. من يمكن ان تضيفه. وكثير من الرب. يمكن ان تضيفك من الرب. كي نعطوا في المربة. من ملف. من الرب. اذا استعملت الريب تكون خفيف او البن تكتفي فقط ب450 مليل لتر اذا استعملت الحليب تكون خفيف تضيفه جوش كسن العنب اللولين والكستالة تضيفه على مراحل ممكن تحتاجه كامل وممكن اقل اذا استعملت القوام الخليط يكون قليلا خفيف هنا نقطع البسبوثة بعد بردات وزيينها بسم الله تحصل على البسبوثة طرية و بنينة لا تريد الحامض نضيف الفانيلا فانيلا نضيف الفانيلا وهذه البسبوثة من الداخل وصدقوني اخواتي فاش كتبت هذه البسبوثة كتكون طرية وزوينة كتر منها عن تجريبة غير جربوها بعينكم غمضين كتجي زوينة وطرية و لديدة بزاف وحتى الطريقة سهلة ومتاخدش منكم الوقت ممكن توجدوها اخر لحظة توجدوها وخلضوا يوفل غفلة بسم الله سيقسمها لكم وكيف تلاحظو كتبت طرية وزوينة وشار بدا كتسيرو ممكن تسقيوها كتر يعني كيف كتبت لكم ممكن ديوه تحتجوو كسين ديال الماء وكتقدموها بصحة ورحة هادي غاد نحيدها لكم لان ما وردها لكم مش من التحت من الاسفل غاد نقلبها لكم بش تشوفوها كيف كتبت كتبت من همرة من الاسفل يعني كيف الفوق وكيف التحت يعني كيف كتشاهدو غير النار كتكون هادئة كتطيبوها على النار كتكون هادئة وكتخليوا ليها الوقت ديالها في الطيب تقريبا 1-5 و 40 دقيقة وكنشكلكم أخواتي على المتابعة ما تنسوش تبرتجي الفيديو مع الأحباب مع صديقات لكم تعمل الفائدة وتشجعوني بلايك الله يجلسيكم بكل خير لأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كان أحب بها باش تتارك في القناة وتفعل جرس باش تكون صلب جديد الوصفات إن شاء الله وكنشكلكم على المتابعة و وصلنا نهاية الفيديو مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة